اشتركوا في القناة المونديل والتتويج بدور الأبطال أوروبا ياسين بونو الأقرب للفوز بالكرة الدهبية الإفريقية النجم المغربي حاكم زياش يفاجئ الجميع ويسر للسعودية لإجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي مع نادي المصر السعودي رئيس الجامعة فوز القجاة ينهي مشكلة المهاجم أتلة كوماندريد الإسباني عبد الإله الريحاني مع الفريق الاتحاد السعودي يزف أخبار سارة للملف المشترك بين المغرب وإسباني وبرتغال لتنظيم كأسل عالم 2030 يواصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحد يراته في المواسكر الإعدادي بالنمسا استعدادا لنهائية كأسل عالم للسيدة أستراليا نيوزيلاندا 2023 وخذت لبؤة الأطلس مساء يوميه الخميس حسة تدريبية بحضور جميل اللاعبات وذلك تحت إشرف المدرب الفرنسي رينالدو بيدروس ومن جهة أخرى تخوض النخبة الوطنية لتمباريه جودية أمام كل من المنتخب إيطاليا في فاتح يوليوز والثانية أمام سويسرا في الخامس من دات الشهر ثم الأخيرة ضد جامعك في السادس عشر يوليوز ويذكر أن القرعة نهائية كأسل عالم للسيدات قد وضعت المنتخب الوطن المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من المنتخبات ألمانيا، كولومبيا وكوريا الجنوبية بعد الدول المغربية سينبونو حارس مرمى إشبري الإسباني الأقرب للفوز بالقرعة الظهبية الإفريقية وذلك بعد تفوق الكبير عن باقي منافسيه في الموسم الرياضي المنطقدي ويبدو أن نبونو الأقرب للتتويج بالجائزة الإفريقية بعد أن سهم في تحقيق المنتخب المغربي إنجازه التاريخي بالوصول إلى النصف النهائي كأس العالم قطر 2022 ثم تتويج بلقب الدول الأوروبي السابع في تاريخ إشبريا ولاعب الفائز الوحيد بجائزة زامورة في تاريخ النادي الأندلوسي دورا أساسيا في العديد من المباريات مع المنتخب الوضعي المغربي وكذا فريقه إشبريا يبقى أبرز وتصدي لضربات الجزاء أمام منتخب إسبانيا في ثم نهائي كأس المونديالا وأمام روما في نهائي كأس اليوروبالهيكا هذا ويرافق بونو في المنافسة على الجائزة الإفريقية كل من الجزائرية محرز الذي حققت شلاتية رفقة مونشستر سيتي وأيضا نيجيري فيكتور أوسيمينة الفائز بدور الإيطالي وهداف مع نابولي ويرجح العديد من النقاط وسائل الإعلام الإفريقية كافة الحارس المغربي كونه حقق أرقام فردية أفضل من منافسه بالإضافة إلى رسميته ودوره الكبير في تحقيق إنجازات منتخب وفارقها ويشار إلى أن حفل التسليم الجوائز الإفريقية سيقام بالعاصمة المملكة المغربية الرباطة يام 21 من الشهر المقبل يتجهز حكيم زياش لاعب المنتخب الوطني المغربي لإجراء الفحص الطبي مع نادي النصر السعودي استعدادا لانتقاله إليه خلال فترة لانتقال الصيفي الحالي ووفقا للإعلام الإيطالي الشهير فابريزو رومانو وفق نادي تشيسي الإنجليزي بالفعل أضرح النجم المغربي حاكم زياش إلى جانب إدوارد مندي وكالديو كوليبالي إلى الدور السعودية وأشارت المصادر نفسها إلى أن حاكم زياش وزملائه في تشيسي الإنجليزي سيتجاوزون الفحص الطبي خلال أيام القائل المقبلة لإتمام إجراءات انتقالهما إلى أنديتهما الجديدة وكان النجم المغربي حاكم زياش يعاني كثيرا مع تشيسي في المواسم الأخيرة في دقة الإحتياطة بسبب مشاكل مع إدارة الفريق مما كان قريبا جدا في الانتقال إلى الندي العاصمي باريسان جرمان في الفترة لانتقالات الصيفية الماضية لو لا تماطل وإهدار الفرصة للنجم المغربي من طرف الإدارة التشيسية بسبب العرض التي كانت تقدمت إليها ومن هذا تقدم نادي النصر بعرض كبير لنادي تشيسي مما أغراه للتخلي عن خدماته في هذا الصيف وجه مدرب المنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة عصام الشرعي الدعوة إلى عبد الإيلان الريحاني لعف فارق أثلتي كوماندريد الإسباني للمشاركة رفقة النخبة الوطنية في نهائية كاس أمم إفريقيا التي يحتضرها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو والثامن يوريوز 2023 وجاءت دعوة اللاعب عبد الإيلان الريحاني لحمل قميس المنتخب الوطني في نهائية كاس أفريقيا الأمم الأقل من 23 سنة لتعويض اللاعب وليد المحمدي المصاب وعلى خاصة نادي أتلتي كوماندريد الإسباني للعب ليكون مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في كاس أمم إفريقيا المؤهل لأولمبياد باريس العام القادم بعدما رفض في البداية وتدخذ رئيس الجامعة الملكية المغرب لكورة القدم فوز القجاع من أجل إنهاء المشاكل اللاعب ليكون مع الأشبار الأطلس حيث ينتظر أن يدعم الخط الأمامي وخاصة أن اللاعب يملك العديد من المؤهلات الفنية والبدنية التي تؤهله ليكون أحد أفضل لاعبين في الفريق الوطني المغربي في الفترة المقبلة زفت المملكة العربية السعودية الأخبار السارة الداعمة لملف المغرب لتنظيم كأس العام 2030 وكشفت صحيفة كارتيني اليونانية ألا وجود لملف سعودية المشترك لتنظيم كأس العام 2030 مما يفصح المجال أمام الملف المغربي الإسباني البرتغالي وزادت الصحيفة في خبارها الحصري قرارات السعودية واليونانة ومصر في اجتماع يوم الأربع الماضي عدم تقدم بطلبة لتنظيم بطولة كأس العام لكورة القدمة عام 2030 وأضافت القرار جاء بعد قرارات الحكومة السعودية للإنسحاف في دل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في أوروبا وإفريقيا بشكل مشترك وبالتالي أنجح الملف التولاتين المشترك المغربي الإسباني البرتغالي ولم يعلن الفيفا إلى الآن عن تاريخ وضع الملف الترشيح لكن مجموعة من المصادر تتحدث عن أجل لا يتعدى نهاية العام الجري وتشير التقارير إلى أن المملكة المغربية لحد ساعة ضمنت لقرابة 60 صوتنا تنضاف إلى الأصوات لإتحاد الأوروبي القادمة عبر إسبانيا والبرتغال شكراً على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة